فوق أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين في غزة قام أطفال القطاع ببناء أرجوحة مؤقتة من أنبوب مهمل تم تركيبه على أطلال المباني في محاولة منهم للاحتفال بعيد الفطر في ظل غياب أجواء العيد أو الفرحة التي تصاحبه بسبب ما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم من قبل جيش الاحتلال على مدار أكثر من ستة أشهر عيد الفطر هذا العام ملؤه الحزن والإحبار لعشرات الألاف من الأطفال في قطاع غزة لأسيما لمن فقدوا ذويهم جراء العدوان الذي يعصف بالقطاع منذ ستة أشهر حيث كان لدى الأطفال الغزيين الكثير من الألعاب قبل العدوان إلا أن الاحتلال دمر كل شيء ولم يتبقى للأطفال سوى الركام والحجارة لكي يلعبوا بها قبل الحرب كان فيها الععاب كثير واليهوداجوا دمرونا دمروا البيوت هذا زي ما تشايف حواليك دمار شامل في هذه الحرب ٢٢٤ هذا تشايف دمار هذا بالحرب اخترعوها الأولاد الصغار ولم يترك الاحتلال أي شيء ليشعر سكان قطاع غزة بالسعادة مع العيد فدمر الأخضر واليابس في القطاع ومنها المرافق الترفيهية التي كانت المتنفس الوحيد لسكان القطاع المحاصرين ويقول سكان غزة الذين ما زالوا في قبلية ومدينة غزة إن الحرب أدت إلى تدمير حضائق القطاع والمرافق الترفيهية حيث تتجمع العائلات في العيد للاحتفال بهذه المناسبة التي تلي شهر رمضان دائما كان يكون أيام العيد كلها تكون موجودة يكون عامرة بالناس والأفراح والألعاب يكون عامرة بالفعاليات دائما العيد يكون في بهجة وفرخة أما الآن أيام العيد ولا كأنه عيد ما في أي ناس ما في ملامح للمكان الجندي بطل في الملامح كان هناك حضائق الناس يجدعات فيها في العيد تكون رأيب أهلها وأصحابها ويتزاوروا سوى يطلع مع بعض أما الآن ما في أي فعاليات حتى الناس بطلت موجودة مع الأسف إن شاء الله يرابه ينعج علينا بالصحة والعافية عادة يكون العيد مليئا بالناس المبتهجين والألعاب والأحداث والأوقات السعيدة والمبهجة إلا أن أجواء الحرب في غزة تغلبت على أجواء العيد التي اعتادها الفلسطينيون من سكان القطاع الذين فقدوا أحبتهم في عدوان إسرائيلي غاشم لا يعرف للإنسانية معنى